خليني أرجع بقى مع حضراتكم في الخبر بتاع طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار ضمن برنامج سكن لكل المصري زي ما بتقول صحيفة الأخبار كده البداية بألف شقة تصل إلى عشرين إلى تلاتين من عشرين لتلاتين ألف وحدة بمساحات خمسة وسبعين وتسعين متر هنا بيقول تنفيذة لتكليفات السيادة الرئيس سيتم طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار ضمن برنامج سكن كل المصريين بهدف تقديم وحدات سكنية بالقيمة الإيجارية مدعومة مجلس الوزراء اعتمد قرار في هذا الإطار وبيتضمن إيه بقى إتاحة ألف وحدة سكنية في أربع محافظات اللي هي المنوفية الجيزة الشرقية بنسوي وتصل إلى عشرين لتلاتين ألف وحدة سكنية من وحدات المشروع مشروع ده اسمه سكن كل المصريين وده جاهز تسليم بعاند من المحافظات طب ده شروطه إيه بقى؟ قالك إن المدة الإيجارية هتكون سبع سنين بتجدد حسب رغمة العميل بدون دعم نقدي وبالقيمة الإيجارية السوقية للموقع حينه الإيجار الشهري كان 1500 جنيه للوحدة السكنية 90 متر يعني الوحدة السكنية 90 متر الإيجار بتاعها 1500 جنيه و 1200 جنيه شهرياً للوحدة السكنية 75 متر طبعاً بتشمل بقى مصروفات لها قطن وصارة تقريباً يعني ويزداد بواقع نسبة 7% وسدد المواطن نسبة 25% من الدخل الشهري فقط ققيمة للإيجار الشهري طب الصندوق بقى المسؤول على الأمر ده هيعمل إيه؟ هيكون بسداد المبلغ المتبقي قدعم نقدي للمواطن والمواطن بعد كده بيسدد مقدم حجز الوحدة السكنية كل ثلاث شهور من المقيمة الإيجارية ويتم استرداده بعد كده لما مدة الإيجار أنا بتهيأني الأمور دي يعني فيه ناس بتقول لحضرتك إيه مثلاً يعني 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 إحنا أنا متأكد طبعاً إن الأمور اللي زي دي يعني يمكن عشان الناس الوضع في غزة والحرب هو والآخر يمكن مسيطرة شوية على عقول الناس لكن الحاجات اللي زي دي الحقيقة تبقى محتاجة مثلاً مؤتمر صحفي تبقى محتاج وزارة الإسكان تتولى هذا الأمر لكن مع الوقت يعني إن شاء الله بإذن الله بس الأمور تهدى كده هتلاقوا حضراتكم مثل هذه الأمور هنرجع نهتمي بها تاني ونرجع نعيد تذكرة بها تاني ونرجع نعيد طرحها من تاني لأنه الحالات اللي زي دي الحقيقة بيبقى محدود الدخل محتاجة محدود الدخل محتاجة ودي برضو إجراءات أو حاجة من الإجراءات اللي بتقدم عليها الحكومة يعني حولها بقدم كانت تغلب على المشاكل اللي بتواجه بعض الوحدات السكنية وبتواجه بعض المشاكل السكنية في هذا الإطار فإن شاء الله بإذن الله يعني يكون فيه هدوء فيه عاصفة الحرب الموجودة وعاصفة الاعتداءات الوحشية الموجودة في غزة هتلاقوا حضراتكم إحنا طبيعي كده إحنا بنرجع بطبيعتنا بقى للشغل بتاعنا ونرجع بطبيعتنا بالاهتمام بالقضايا بتاعتنا ونرجع بطبيعتنا بجبء مهمومين في هذا الإطار